موسيقى نشرة اخبارية موجزة من قناة المقلة اهلا بكم استقبل مطار بيروت الدولي طائرتين اضافيتين حملتا 80 طنا من المسازمات الخاصة بالامهات اللبنانيات ضمن هدية ام الامارات في اطار الحملة الوطنية الامارات معك يا لبنان وتواصل دولة الامارات العربية المتحدة استجابتها الاغاثية العاجلة لدعم الشقاء اللبنانيين في ظل الازمة الحالية حيث تعمل جميع فرق عمل المؤسسات الانسانية والجمعيات الخيرية الاماراتية المنحة على توفير الاحتياجات الاساسية والمتطلبات الضرورية لكافة شرائح الشعب اللبناني الشقيق لاسيما النساء والاطفال بسبب الظروف الحرجة والاوضاع الصعبة التي تشهدها المنطقة قالت وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الانورها انه لم تتوفر مساعدة كافية بقطاع غزة طول الحرب الاسرائيلية الوحشية المستمرة منذ 13 شهرا وان الظروف المعيشية للفلسطينيين لا تطاق وفي اليوم السادس بعد 400 للحرب كثفت القوات الاسرائيلية غاراتها الوحشية على عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة ادت الى استشهاد واصابة العشرات جلهم الاطفال والنساء كما قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة ما ادى الى اندلاع حريق في ظل تكثيف القصف المدفعي والجوي على مناطق شمال القطاع اشاد رئيس الجمعية الوطنية علي الكثير بالدور الذي تطلع به جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الاسلامية والانسانية في نشر القيم والتعاليم الدينية الوسطية وتطوير قدرات الطلاب وتأهيلهم ناقش الكثير مع رئيس مجلس الامنا بالجامعة عبدالرقيب العطاس ناقش وضع الجامعة ودورها الريادي في تقويم وتنمية النشئ والحفاظ على السلم المجتمعي من خلال اتباع منهج الوسطية في التعامل مع مختلف قضايا المجتمع استعرض اللقاء واليات التعاون بين الجمعية الوطنية وجامعة الوسطية بما يسهم في نشر ثقافة الاعتدال والوسطية والسلام اختتمت جامعة المهرة فعاليات اسبوع الجودة الاول الذي نفذه مركز التطوير الاكاديمي وضمان الجودة بالجامعة وتضمن اسبوع الجودة عدد من الفعاليات وورش العمل الهدفة الى نشر ثقافة الجودة بين الكوادر التعليمية والادارية بالاضافة لمناقشات وعروض توعوية تهدف الى تعزيز ممارسات الجودة وضمان استمراريتها اختتمت الفعاليات بتكريم المشاركين الذين كان لهم دور بارز في انجاح فعاليات الاسبوع بدعم وتمويل من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية تسلم مركز المقلة للكلية الصناعية الدفعة الثالثة من محالي لومسلزمات الاستصفاء الدموي وتضم الدفعة الثالثة 2683 جلسة استصفاء تهدف الى تعزيز الخدمات المقدمة للمرضى في حضر موت ضمن مشروع دعم مراكز الغسيل الكلوي المرحلة الثالثة واخر للتسليم اعرب وكيل حضر موت لشؤون المالية والادارية الدكتور احمد باصريح اعرب عن شكره لمركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية على دعمه المتواصل للغطاع الصحي في المحافظة استلام المحالي للطبية الخاصة بمركز غسيل الكلة مدينة المكلة للدفعة الاولى لمرحلة الثالثة وهذا شيء طبيعي من الشقائنا من المملكة العربية السعودية من الدعم الدائم والمستمر الذي يقدمون والاشقاهم في اليمن اختتمت بالمكلة دورتي تعزيز القدرات على الاستجابة السريعة لمواجهة الازمات والكوارف البيئية لكوادر الدفاع المدني واللجان المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني في ختام الدورتين التي استمرت ثلاثة ايام اقد وكيل المحافظة على دور قوات الدفاع المدني باعتباره طوق نجاة للمجتمع في الاوقات الصعبة كما اشار الى همية التنسيق بين اللجان المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني وإظهر روح التضامن والعمل الجماعي لمساندة المجتمع استعرض لقاء بمدينة المكلة أعمال الإدارة القانونية وحقوق الإنسان بانتقال حضر موت ونتائج رسل الانتهاكات في المحافظة خلال الفترة الماضية وضم لقاء عددا من قيادات المجلس بحضر موت مع القائم بأعمال ممثل مكتب فوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن سيد بدر فاروق ومسؤول المفوضية بحضر موت مونير الشماع سلمت قيادة الانتقال وفض المفوضية كتابين تحتوي على أعمال الإدارة القانونية وحقوق الإنسان خلال عامين وأكدت أن الإدارة تعمل بشكل مكثف في الميدان لرصد كل الانتهاكات ورفعها إلى الجهات المختصة تسلم صندوق النظافة والتحسين بمدرية الشحر جرافتين انزلاقيتين بوكت مقدما من مكتب الأمم المتحدة لقدمات المشاريع اليونبس ضمن المشاريع والمعدات التي تم اعتمادها للمديرية وخلال عملية الاستلام ثمن المدير العام للمديرية الشحر عادل بعكاب الدور الكبير الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة في دفع عجلة التنمية بالمديرية والمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة في أعمال النظافة والتحسين في عدد من القطاعات دشينت بمدرية الشحر الدورة التدريبية التي ينظمها مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت حول إدماج المساواة من منظور النوع الاجتماعي لزيادة الطلبية على تحصين الأطفال وفي تدشين حثى المدير العام لمديرية الشحر عادل بعكاب المتدربين على استفادة القصوى وبل ورد ما تلقوه من معارف في واقع عملي يسهم في دعم المجتمع للتطعيم مؤكدا على دعمهم سندت السلطة المحلية بالمدرية لجهود مكتب الصحة الرمية للتعريف بمخاطر العزوف عن التطعيم لما يسببه من أمراض خطيرة قاتلة للأطفال اختتم بمدينة سيئون اللقاء العلمية الخامس للرابطة الحضرمية للسكري والذي أقيم تحت عنوان جولات سريرية في اضطرابات الغدد الصمى والسكري وأقيم اللقاء الذي شارك فيه أكثر من 450 مشاركا ومشاركة من الباحثين والاستشاريين والأطباء والممارسين الصحيين من خارج الوطني ومن مختلف محافظات البلاد أقيم بتزامن مع اليوم العالمي للسكري الذي يوافق الرابع عشر من نوفمبر وقدمت خلال اللقاء الذي عقد على مدى يومين 27 ورقة بحثية نوقشت خلالها أحدث التطورات والتقدم الطبي في مجال دراسة مرض السكري والغدد تسلمت لجنة المناقصات بمحافظة شبوة في اجتماعها برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق تسلمت مظاريف المناقصة الخاصة بمشروع كلية الطب والعلوم الإنسانية بجامعة شبوة وأجرى خلال الاجتماع استعراض العروض المقدمة للمشروع والعمل على إحالتها للجنة التحليل لدراستها من كافة النواحي الفنية والقانونية والمالية وبركت دكتور لمروق دخول المشروع أول المراحل الفنية لإقرار تنفيذه لافتا بالهمية الاستراتيجية له كأول مشروع يقام للجامعة في حرمها الجديد ختم ونشر الموجزة إلى اللقاء